ابطلعت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضر موت لتعزل حكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن في اجتماعها الشاري بمدينة السيئون برئاسة محمد عبدالله الحامد على الاشكالات التي تواجه مياه الريف ومؤسسة الكهرباء والتوليد ومصلحة الدفاع المدني بوادي وصحراء حضر موت واستمعت اللجنة من مدير هيئة مشاريع مياه الريف عبدالله بحرق لتقرير عن النشاط الإداري والمشاريع المنفذة وقيد التجيز وخطة العام الجاري والصعوبات والمعوقات والإضافة إلى المتطلبات المهمة لتسير أعمال الفرع تطرق نائب مدير مؤسسة الكهرباء زاكي با حمدون للصعوبات التي تواجه الكهرباء والمدنية والعجز في التوليد الذي بلغ حوالي مئة ميقا مستعرضا جملة من الحلول الضرورية لتحسين خدمة الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين وعرج مدير مصلحة الدفاع المدني بالوادي محمد القشيري على الإمكانات المتوفرة في فرع المصلحة واحتياجاته من المعدات والقوى البشرية والجوانب الفنية الملحة وخرجت لجنة الاستشارية بعدد من التوصيات لتقديمها إلى وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديرات الوادي والصحراء